شكرا جزيلا لك سامي بعد فاجعة الزلزال الكبير في المغرب وما أحدثه من خسائر ترفع الهزات الارتدادية منسوب الخوف من تسببها بالمزيد من الأضرار يطلق على الهزات الارتدادية بتوابع الزلزال وهي تحدث نتيجة لحركة في بطن الأرض على طول خط الصدع الذي يحدثه زلزال بحسب تفسيرات هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية ومنذ وقوع الهزة الرئيسية أكد موديل المعهد الوطني للجيوفيزياء تسجيلت تسع هزات ارتدادية في مدة 35 ساعة قدرت أقوى الهزات الارتدادية ب6 درجات على مقياس رختر فجر يوم السبت وفقد بذلك قوة زلزال أجادير بالعام 1960 أما أحدثها فروصيدا عند مؤشر 4.5 درجات على مقياس رختر على بعد 77 كيلومترا جنوب غربي راكش وفقا لمركز رصد الزلازل الأورو متوسطي أكد مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء استمرار تسجيل هزات من هذا النوع لكنه طمأن بأنها تصبح أقل شدة مع مرور الوقت يلفت الخبراء إلى أن زلزال المغرب الذي حدد مركزه أو حدد في إقليم الحوز شرقي البلاد الذي يمر به فالق جيولوجي كبير ما يفسره استمرار الهزات الارتدادية برغم من التطمينات باتجاه هذه الهزات نحو الانخفاض يسد الخوف من سقوط المزيد من البنايات المتضررة أو عرقلت جهود الإنقاذ حتى تبعا لذلك مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر من باريس ينضم إلينا خبير الكوارث الطبيعية ومدير الحد من الكوارث الطبيعية في اليونسكو سابقا الدكتور بدوي رهبان دكتور رهبان أهلا بك معنا دوما على سكاي نيوز عربية وحتى متى من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية عادة بعد حدوث الزلازل لا نستطيع أن نجزم بالمدة التي تستمر فيها الهزات الارتدادية قد تدوم أيام، أسبوعين، ثلاثة أسابيع ولكن بشكل عام سوف تخف شدتها تدريجيا وأيضا وطيرة حدوثها سوف أيضا تكبر يعني يمكن أمس حدثت هزتين ارتداديتين شعرة بها الناس ولكن أمس حدثت عشرة ربما هزات ارتدادية لم يشعر بها إلا الآلات إذن هذا النمط سوف يكون طبيعي في الأيام المقبلة ولكن ينبغي أخذ الحيطة لذلك إنه حكيم من كبل المنكوبين أن يبكوا خارج المنازل قدر المستطاع حتى تخفوا هذه الوتيرة وأن لا يعودوا إلى منازلهم إن كانت هذه المنازل مصدعة وإن لم يتم الكشف عليها وأيضا أريد أن أشير الأوفيط النظر إلى أن المنازل المتصدعة والمنازل التي هي ركيكة في بعض الحالات لا تتطلب هزات ارتدادية لكي تنهار لذلك يجب أن يكون هناك كشف جدي من كبل فرق فنية وهذا سوف يتم وبدأ الآن ربما في بعض المناطق ويأخذ بعض الوقت وللحسن الحظ إننا الآن في فصل الصيف يستطيع المنكوبون أو المشردون ربما أن يكون صبرهم أطول من لو أن كان الآن فصل الشتاء والبرد كما كانت الحال في زلزال زلزال تركيا وشمال سوريا نعم دكتور رهبان على ماذا تعتمد شدة الهزات الارتدادية هناك تفاوت في قوة هذه الهزات على مقياس رختر في زلزال المغرب الأولى كانت وصلت ربما إلى 6 درجات وأخيرها 4.5 درجات ما يعني هناك تفاوت في قوة هذه الهزات الارتدادية هل توجد عوامل تؤثر على ذلك؟ إنه نمط طبيعي إن الزلزال الأساسي كانت درجته على مقياس ريشتر 7 تلاه رد هزة ارتدادية بدرجة 6 أمس 5 اليوم 4 فاصلة هذا نمط طبيعي ولكن قد يكون هناك في بعض الأحيان قد تكون هناك هزة ارتدادية بعد كم يوم ربما تتجاوز الخمسة أو تتجاوز الخمسة فاصلة في مطلق الأحوال النمط بشكل عام هو للتباطؤ في الشدة والانخفاض في الوتيرة والانحلال بعدكم أسبوع هذا نمط طبيعي وهل الموقع الجغرافي لمركز الزلزال إن كان يمر بفالق جيولوجي كبير كما حدث في المغرب يؤثر على استمرارية هذه الهزات الارتدادية دكتور بدوي إن درجة سبعة مثل هذا النوع وأيضا التي هي في أغلب الأحيان تنتج عن الفالق الجيولوجي نعرف أن الفالق الذي لعب أمس هو تقريبا على عمق 10 أو 15 كم تسعة سطح الأرض لذلك بما أن هذا العمق هو 10 إلى 15 كم تحت سطح الأرض قد تكون هناك اختلافات في درجة الهزات الارتدادية ولكن هذا يتطلب مراكبة أكثر وحسابات أصدر لا تؤثر في أهمية وفي وطيرة الهزات الارتدادية هناك تساؤلات منذ البارحة إن كان حدوث زلزال في نقطة ما يمكن أن يحفز بؤر زلزالية أخرى لأن كل المدن الآن في المغرب يتخوف ساكنها من أن يمر عليهم زلزال آخر هل هذا وارد؟ بشكل عام بشكل عام إن الزلزال الذي حدث أمس هو في المعطيات الأولوية التي عند العلماء هو سببه فالك معروف يعني إن احتمالية أن يسبب هذا الحدث أن يتسبب بفوالك أخرى بعيدة عنه هو ضئيل للإحتمال ولكن ليس مستحيلا ليس مستحيلا هذا أيضا ما شهدناه في فالك تركيا كان هناك تخوفات مثلا من أن الفالكان التي تم عليهما زلزالان الذين ضربات تركيا على مسافة سبع ساعات كان هناك تخوف مثلا من أن يكون هذا يترجم أيضا في فوالك أخرى في المنطقة هذا لم يحدث في شهر فبرايل الأمل الآن في أن هذه الوضعية أيضا هذا السيناريو أن لا يكون الفالك الذي سبب زلزال أمس أن لا يكون له علاقة بفوالك أخرى هذا هو الأمل متابعات التي قمت بها لتداعيات زلزال المغرب ومن قبلها الزلزالين الكبيرين بتركيا وبشمال سوريا إلى أي درجة كل هذه المعطيات تؤكد أننا أمام تحدي كبير في التوعية بكيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية دكتور بدوي خاصة أن بعض هذه المناطق هي وعرة جدا على سفوح جبال على هضاب بعيدة هناك وصول أو حتى صعوبة في الوصول إليها كيف يمكن التغلب على هذه التحديات ونشر ثقافة التعامل مع الكوارث الطبيعية دكتور بدوي بالرغم من أن الزلزال الذي حدث أمس لم يسبق مثيل له سوى منذ 140 سنة يعني منذ 140 سنة حصل زلزال ربما بهذه الدرجة في المغرب إذن احتمال أن يكون زلزال مثل هذا الزلزال أن يحدث في المستقبل ربما سوف يحدث بعد 140 سنة أو بعد 200 سنة أو بعد 100 سنة من الآن ولكن هذا ينبغي أن يكون حافزا لأن يكون إعادة الإعمار لأن تكون هناك في الأعوام القادمة أن يكون هناك أخذ في الاعتبار أن الأجيال القادمة يجب أن نهيئ لها الآن مناطق يكون فيها جهوزية واستعداد أكثر لحوادث لوزلازل من هذا النوع إن ثقافة الوقاية يجب أن تنمو عاما بعد آم عقد بعد عقد هذه هي الحالة لا يجب أن نترك هذا الزلزال بدون أخذ الاعتبارات والأمثلات على كل من فاريس كنت معنا خبير الكوارث الطبيعية ومدير الحد من الكوارث الطبيعية في اليونسكو سابقا الدكتور بدوي رهبان شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات